المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس خلال الربع الأول من العام الجاري أظهر ارتفاع أعداد السفن التي مرت بالقناة بنسبة حوالي 20% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي وارتفاع الإيرادات لتسجل حوالي 2.3 مليار دولار بنسبة زيادة عن العام الماضي تبلغ حوالي 35% مع تسجيل القناة كذلك لأعلى معدل عبور يومي في تاريخها يوم الثالث عشر من مارس الماضي بلغ 107 سفن بحمولة 36 مليون طن كما عرض الفريق سام ربيع محاور ومشروعات تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس بالإضافة إلى جهود الهيئة لتحديث أسطولها البحرية وما يضمه من قاطرات وكركات حفر في ضوء محورية دورها في تأمين المجرى الملاحي ومعاونة السفن العابرة للقناة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجرى الملاحي وكافة مرافقها وبنيتها التحتية بهدف الاستمرار في أدائها المتميز المشهود له عالميا بالكفاءة والقدرة وذلك في ضوء مكانتها المتفردة على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض الجهود الجارية لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد الحديثة في مصر بهدف زيادة الإنتاج من صيد الأسماك في السواحل والبحيرات المصرية كما تم تناول مصار تنشيط سياحة اليخوت وتطوير الموانئ الخاصة بها وتزويدها بالخدمات اللازمة حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتذليل العقبات والتحديات التي تواجه تطوير هذا القطاع المهم من مختلف الجوانب سعيا لأهمية الاستثمار الأمثل للمزايا الطبيعية التي تتمتع بها مصر في ضوء موقعها الجغرافي الفريد على البحرين المتوسط والأحمر